خلاص باقي ايام قليلة جدا على مؤتمر المناخ اللي حيوقت في مدينة شرم الشيخ بالفعل بدأ الاهتمام في الشارع المصري يزيد لمعرفة ما هو مؤتمر المناخ ايه اللي بتسعى الحكومة لتقديمه في هذا المؤتمر والعالم كله جاي النهاردة لشرم الشيخ علشان يتكلم عن ايه يعني ايه ايام بنحطها او حلول بنحطها للشباب ويعني ايه المنطقة الخضرة اللي اتعاملت في شرم الشيخ ويعني ايه المنطقة الزرقى ربما يعني مثل ما بنقول كده استفهامات كثيرة جدا بتدور في ازهان المواطنين المصريين عن هذا المؤتمر الاستاذ محمد معتمد معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم ضفنا النهاردة في استوديو صباح الخرية مصر نتعرف من خلاله على اهم الاستعدادات واخر التطورات في هذا المجال بنصبح ركفا نبهنا بحددك اهلا وسلم نحن بصباح الخير ناس كتير جدا بتسأل ايه هي المنطقة الزرقى وايه هي المنطقة الخضرة وايه هو دور كل واحد فيهم وازاي شرم الشيخ اتغيرت بالفعل لمدينة الخضرة هل الكلام ده حقيقي حصل ولا يعني اللي بنشوفه في التلفزيون غير الواقع ارصد لنا اللي حصل في شرم الشيخ بالفتحدي طيب خلينا نبتدي الاول من المؤتمر مؤتمر المناخ هو في الوقت الحالي هو اكبر مؤتمر للامم المتحدة في اكبر تجمع للدول وهو يعتبر مؤتمر يعني بيهتم بموضوع الساعة اهم قضية على الساحة العالمية دلوقتي هي قضية تغير المناخ والتداعيات السلبية ليه على مختلف الدول في العالم كل في العالم كل المؤتمر بانعقد بصفة دورية في كل مرة دولة بتستضيفه وبيبقى الهدف منه اجراء المفاوضات بين الدول الموقع على الاتفاقية ليه الخروج بقرارات ليه كيفية مواجهة الاثار السلبية لظاهر التغير المناخ مؤتمر كوب 27 اللي هيبقى في مصر السنة دي اللي بتستضيفه مدينة شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ يعني ايه مؤتمر التنفيذ يعني دول العالم عادت في المؤتمر اللي فات في جلاسكو وقالت احنا بقى لنا 26 مؤتمر بنتفق وبنتفاوض والاثار السلبية لتغير المناخ بتادي تبقى واضحة ولذلك جيه وقت التنفيذ المؤتمر السنة دي معول عليه انه يخرج بقرارات تنفيذية واضحة تحط خرط الطريق للمرحلة القادمة وايه اللي هيتنفذ بالفعل عشان نقدر كمجتمع عالمي وليس دول ان احنا نواجه هذه الاثار السلبية لظاهر التغير المناخ ده بصورة مبسطة الفجرة بتاعت الموضوع المؤتمر في الاساس مؤتمر تفاوضي بين الدول للوصول الى حلول لظاهر التغير المناخ المنطقة الخضرة والمنطقة الزرقة التأسيم ده هو عبارة عن تأسيم لمناطق الانشطة اللي هتنفس خلال المؤتمر المنطقة الزرقاء هي المنطقة المختصة بالمصاري الرسمي بمعنى هي دي المنطقة اللي هيبقى فيها جلسات المفاوضات هي دي المنطقة اللي هيبقى فيها انعقاد الايام الموضعية هي دي المنطقة اللي هيبقى فيها الشق الرئاسي يعني ايه الايام الموضعية؟ هجيلك فيها نروح للمنطقة الخضرة والمنطقة الخضرة هتبقى عبارة عن منطقة معارض بمعنى أن هتعمل فيها معارض لعرض قصص النجاح لعرض الحلول الممكنة لتنفيذ الأحداث الجانبية اللي ممكن أنها تنعقد ودي بتبقى بناء على أن جهة أو منظمة أو شركة بتتقدم بمقترح للنشاط اللي هي عايزة تقدمه في المنطقة الخضراء وبيتم اختيار الأنشطة الأنسب لتنفيذها داخل المنطقة الخضراء سواء زي ما قلت أحداث جانبية سواء معارض فاشن شو أو خلافه ده الفرق ما بين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء المنطقة الزرقاء مرتبطة أكثر بالمصاري الرسمي والتفاوضي الأيام المواضعية احنا عندنا 11 يوم مواضيعي خلال مؤتمر هيبتدوا يوم 9 وهنتهوا يوم 17 القصة هنا أن احنا بنعمل إيه؟ أن احنا بناخد موضوعات محددة وبيتم إجراء أكثر من جلسة عليها لمناقشة القضايا الرئيسية مواضع الاهتمام الرئيسية ذات الصلة بالموضوع أبرز المواقف العالمية وأبرز النتائج الصادرة في آخر سنة بنتكلم النهاردة مثلا عن يوم للعلوم عن يوم للمية والتكيف عن يوم للزراعة بنتكلم عن يوم للحلول عن يوم للجندر بنتكلم عن يوم للشباب بنتكلم عن يوم للمجتمع المدني بنتكلم عن يوم للتمويل الطاقة البيو ديفيرسي أو التنوع البيولوجي احنا هنا بنتكلم عن أهم الأضايا ذات الصلة بأضيه طغير المناخ والجلسات دي هتقعد في المنطقة الزرقى في المنطقة الزرقى الجلسات هتقعد كلها في المنطقة الزرقى وزي ما بقول الهدف هنا احنا بنتكلم على أهم الأضايا ذات الصلة بشكلة طغير المناخ مش احنا كدولة مصطلية خلينا نكلمك بس ان احنا المؤتمر مؤتمر دولي فالنهاردة هو بيعرض وجهة نظر دولية وليس وجهة نظر محلية لا احنا بنقول العالم بيقول ايه بيواجه ايه ايه اهم التحديات اللي بتقابله ولذلك احنا روحنا ل11 قضية هم اهم القضية المرتبطة بتغير المناخ احنا ما بقولش انه كلهم ولكن دول اهم القضية المرتبطة بتغير المناخ بيتم مناخشتها من خلال الاطراف المختلفة ممثل فيها الهياة الدولية ممثل فيها القطاع الخاص ممثل فيها الاكاديميا والجامعات ممثل فيها مجتمع البحث العلمي ممثل فيها مجتمع الشباب بحيث ان احنا بنحط كل الاصوات على طولة الحوار زي ما بنقول عشان نقدر بقدر الامكان ان احنا نطلع صورة واضحة تدعم المصاري التفاوضي احنا الايام المواضعية هتبقى شغالة ويمبرل هيبقى شغال جلسات المفاوضات ولذلك احنا هنا بنتكلم ان احنا بنعمل لينك ما بين العالم دلوقتي بيقول ايه وايه اخر الحقائق العلمية وايه اخر التطورات وايه اخر الاراء اللي بيتم طرحها وجلسات المفاوضات اللي بتتم في نفس الوقت فبتبقى الايام الموضعية بتغزي جلسات المفاوضات وبتطرح الاراء المتوافق عليها عالميا ومن مختلف الاستيكهولدرز يعني احنا بنتكلم اللي هي اصحاب المصالح طبعا النهاردة هخرج من مشهد شرم الشيخ كل هذه الاستعدادات وهروح لمشهد القرية مثلا في دلتا مصر فيها نوع من انواع حرق الشروز يعني انا عندي مشهد عالمي ودولي بيحصل الدولة بتعمل كده وما زال المواطن المصري اللي غير يعني وصله المعلومة او غير عابق او غير مدرك بالاهمية اللي بيحصل ده ازاي بقى نقل للجاب او نقل للفجوة دي يا فاند نعمل ايه يعني احنا عملناش كتير جدا علشان نتكلم في وسائل الإعلام ولكن ربما المشاهد او المواطن شايف ده نوع من او اعرفها هي تتكلمني في البيئة انا عايز اكل العيش تتكلمني يعني تفهمني اه تفهمني كويس ايوه تمام صح خلينا اقول لك اكيد بتقابل ده في صحابك او في اه خلينا اقول لك احنا ابتدينا منين في الموضوع ده والهدف منه ايه زي ما حضرك بتقول احنا دلوقتي بنتكلم ان البيئة رفاهية لا هي البيئة مش رفاهية ليه لان انا مرتبط بيها كل يوم في حياتي انا مقتنع احنا نقنع التالي ازاي ده سؤالي ده اللي انا جاي لحضرتك فيه النهاردة لما نيجي نتكلم ان هي مرتبطة بحياتي كل يوم الفكرة كلها كانت ان انت ازاي توصلها للمواطن العادي كده ان هي حاجة مرتبطة ومؤسرة على حياته كل يوم مش البيئة رفاهية اللي هو ممكن يبقى مصطلح بيسمعه هو مش فاهم ابعاده ايه فكان لازم ان انت توصل ليه المستوى ده وان ان انت تنزل للناس على الارض وتقول لهم هو يعني ايه البيئة وانت بتتعامل معها ازاي كل يوم وايه تأثيرك عليها وهي وانت بتتأثر بها ازاي اه يمكن احنا شغالين في موضوع التوعية اه بقالنا فترة طويلة اه ولكن خلينا نتكلم على ان اهم مراحل التوعية هي ان انت تنزل وتنفذ على الارض وان المواطن يحس بتأثير مباشر عليه فخلينا نتكلم على الظاهرة بتاعة اش الروز الظاهرة بتاعة اش الروز يمكن احنا شغالها معنا من فترة طويلة شوية اه اخر سنتين ثلاثة الظاهرة دي تقريبا مش موجودة وهقول له حضرتك ليه مش موجودة اه الاطار بتاع ادارة المنظومة بتاعة اش الروز فيما سبق كان بيقوم على ان الحكومة بتنزل وبتعمل حملات تفتيشية ولما نلاقي حد بيحرق بنعمله محضر والاتجاه ده طيب حال ده كان ليه تأثير اه كان ليه تأثير ولكن مش التأثير المرجو مش الحاجة اللي انت عايز توصل لها انت مش عايز توصل ان هو يبقى خايف فيستخبى منك عشان يحرق لأ انت عايز توصل لمرحلة انه هو ما يحرقش وهو مقتنع لانه عارف ان انا ما ينفعش اعمل كده ايه دي ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا ابتدنا نشتغل مع الناس على الارض كاننا نشتغل معهم من خلال هو انت عاش الرز ده لو ما حرقتوش ممكن تعمل بي ايه اه طب انت عشان هو كان بيعتقد انه لما بيحرقوا ده بيعمل سماد كيماوي للارض هو يعني عملية تطهير من الافات عشان يستعد للزرعة اللي بعدين ولكن الفعلي وتخلص برضو ان احنا النهاردة بنتكلم على اه ان انا عندي اه خليني اقول مخلف زراعي ولكن هذا المخلف ليه استخدامات عديدة وفي الفترة الاخيرة اصبح ليه قيمة اقتصادية فكان من الاساس ان انت تروح وتقول له هو ده هتكسب ايه لمحرقتوش وتقدر ان انت تحصل على المنفعة دي ازاي عظيم فابتدت وزارة البيئة تشتغل على مجموعة من المحاور ويمكن طبعا بتتعاون مع الشركاء الاساسيين وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وغيرهم من الوزارات المختصة ابتدى المحور الاول ان انت توعي الناس هو قشر روز ده ممكن يشتغل ايه ممكن ان انت حضرتك تستفع منه ازاي اعمل اقتصادية الخاصة بقشر روز اه وبعدين طب احنا ننفذ الكلام ده ازاي فابتدت وزارة البيئة توفر بعض المؤدات اللي بتم تأجيرها للمتعهدين باجور رمزية فبناء على انه هو دي بقت متوفرة معاه فالنهاردة قدر انه هو بقى في حد يقدر يجيب المؤدات ويبتدى يشتغل على عمليات الجامعة والكابس فانت حضرت الحلقة اللي في النص طيب وابتدت مرحلة ان احنا ابتدنا ندعم ببعض المفارم اللي حجمها صغير اللي يقدر صغار الفلاحين اللي عنده مثلا فدان ونص فدان وما عندهش مساحات كبيرة انه هو يفرم بيها القش ويقدر يستخدمه كبديل للعلف والموضوع ده كان متواكب مع ارتفاع اصعار الاعلاف فابتدى هنا المواطن يحس ان اللي انا بحراؤه ده بفلوس انا ممكن استخدمه بدل ما ادفع فلوس في الاعلاق عملتوا حالة من التوعية تخليه اختار المسار اللي احنا عايزينه لكن بالطريقة اللي هو يفعل احنا في اخر سنة احنا طبعا يعني الحمد لله يمكن منظومة قش الرز محققها نجاح الجديد في مؤتمر المناخ والتجهيزات التي تعقدها الحكومة هنا صباح الخل صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا هدير صباح الخير لضيفكم الكريم صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر بالفعل انا في مدينة شرم الشيخ ايام قليلة تفصلنا عن القمة الدولية الاهم والابرز على مستوى العالم في هذه الايام قمة قوب 27 او قمة المناخ التي تصدفها هنا مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر المقبل باذن الله احنا النهاردة 26 اكتوبر يعني بنتكلم في حوالي مجرد 11 يوم بتفصلنا عن هذه القمة المهمة العد التنازولي بالفعل بدأ واقترب وبيستمر احنا بنتكلم ان القمة هتكون يوم الحد بعد القادم فبالتالي احنا هنا في مدينة شرم الشيخ في اللمسات الاخيرة بالفعل هو لمسات اخيرة لاستقبال هذه القمة واستقبال ضيوف مصر من قمة المناخ قوب 27 بالامس محافظ جنوب سيناء استمر في جولاتي اللواء خالد فوضى استمر في جولاتي هنا في مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على هذه اللمسات الاخيرة كما ذكرتها ومن بين الاماكن اللي قام بزيارتها يوم امس كانت المنطقة الزرقاء اللي بتتولى ادارتها سجرتارية الامم المتحدة المنطقة الزرقاء اللي فيها بيتم جلسات العامة لقمة المناخ وكمان الجلسات الخاصة بالاضافة لعدد من الانشطة الجانبية والاجنحة والمعارض ده طبعا بالاضافة للمنطقة الخضراء اللي بتضم ايضا مجموعة من الفعاليات الموازية لقمة المناخ وبالاضافة الى مجموعة من الاحداث الجانبية والعروض الفنية وايضا هيتم فيها ابراز جهود مصر في التعامل مع قضايا التغير المناخ والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي نحن بنتحدث عن قمة دولية بيتم التنظيم لها كل سنة قمة رقم 27 اللي بتقام هنا في مصر وهي تم ترشيح مصر لاستضافة هذه القمة عن طريق التناوب ما بين القرات وكانت مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة هذه القمة هنا من قارة افريقيا وبالتالي مصر في جهود كبيرة جدا بتبزولها وهيتم تغيير وجهة النظر في الاستعدادات التي تقام لمثل هذه القمم قبم المناخ مثل الاستعدادات التي تجرى هنا في مدينة شرمشيخ وطبعا الهدف هو تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الارض درجة ونصف بالتاء وايضا التزامات من الدول الصناعية الكبرى بتقليل الانبعاثات ومزيد من الاتزامات المادية تجاه الاصار السلبية لقضايا المناخ خلينا نتكلم كمان عن جولة محافظ جنوب سيناء بالامس تقام ايضا بتفقد عدد من الاماكن ومن بينها ايضا مجلس مدينة شرمشيخ ومن المباني الصديقة للبيئة والمباني ايضا الزكية بالاضافة الى عدد من المسطحات الخضراء والحديقة المركزية الموجودة ايضا هنا في مدينة شرمشيخ بالاضافة الى دوة خلينا نتكلم كمان عن منظومة النقل الزكي اللي استمرت فعلا بتتواصل وفيه سعادة كبيرة جدا سواء من المواطنين من اهالي مدينة شرمشيخ او من السائحين اللي بيتموا او بيركبوا هذه الحافلات الزكية الصديقة للبيئة بنكلم عن 260 حافلة كهربائية وتعمل بيئة الغاز الطبيعي يتم عملها وسيرها هنا في شوارع مدينة شرمشيخ بالمجان وبالتالي هي بتقدم خدمة نظيفة خدمة جميلة خدمة نظيفة للبيئة للمواطنين والسوياح وهي طبعا بالمجان وطبعا ايام المؤتمر هكون هذه الخدمة بالمجان لزوار وضيوف مصر الكرام في مؤتمر قمة المناخ بالتالي العدد التنازولي او العدد التنازولي بدأ بالفعل وايام قليلة بتفصلنا عن هذه القمة اليكم زملائي في الستوديو وصبع الخير عليكم مرة تانية زميل احمد الحسين انا بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من شرمشيخ لتطلعنا على اخر الاستعدادات لمؤتمر المناخ الشهر القادم بمدينة السلام شرمشيخ نعود لضيفنا الكريم وكنا بنتكلم عن انه الناس ازاي تعي الاهمال الاقتصادية لمسألة التغيرات المناخية وازاي اهتمامك بالبيئة ممكن يكون لي عائد اقتصادي عليك لانه خليدا نكون واضحين الدول يهمها التغيرات المناخية وتشتغل عليها لكن عشان نجي نتكلم مع حد بيشتغل لو كنا بنتكلم عن المزارعين لو كنا بنتكلم حتى عن المستثمرين علشان يهتموا بمسألة المعايير البيئية لازم يكون شايف لده عائد اقتصادي يعود عليه هارجع تاني لنفس النقطة احنا بنتكلم على ان لازم يبقى عشان هو يبقى واعي لازم يرتبط الموضوع بمصلحة مدية مش بمصلحة مدية بحياته اليومية لازم يرتبط بحياته اليومية بيأثر ازاي وبيتأثر ازاي فلما روح النهاردة لمجتمع المزارعين انا ما بروحش اقوله تغير المناخ ولكن انا بروح اكلمه عن الدورة الزراعية وحصل فيها ايه ازاي انت كان عندك محاصيل كنت بتزرحها زمان دلوقتي ما بقتش تعرف تزرحها بسبب ان درجة الحرارة تغيرت ازاي انت لما بيحصل عندك شحة في المية بتتأثر وما بتقدرش تزرع المحصول اللي انت قايم ومخطط حياتك عليه ازاي النهاردة ان احنا كان عندنا بعض المحاصيل حصل فيها ازاحة كنت بزرحها في شهر واحد بقت بزرحها في شهر ثلاثة او العكس عليك انت ايه طيب وتقدر ازاي ان انت تبتدي ان تتعامل مع الموضوع ده وتقدر ازاي ان انت تبقى اقصر مرونة في ان انت الموضوع ده ما يقصرش على حياتك وما يسبب لكش خسائر كبيرة يبقى انا النهاردة روحت في الموضوع اللي هو بيشتغل فيه كل يوم وايده فيه كل يوم وابتديت اتكلم معاه لما روح النهاردة المستثمر وابتديت اتكلم معاه ان احنا العالم كله ابتدي دلوقتي يعمل سياسات اقتصادية ايما على انخفاض الانبعاثات الكربونية فالنهاردة بنشوف اوروبا بتعلن الجرين ديل بتاعها والنهاردة بنشوف ان فيه حوافز استثمارية ممكن ان انت تحصل عليها نتيجة ان انت تاخد قرد او ان انت تستخدم تمويل مستدام او تمويل اقدر اللي ابتديت بنوك في مصر اتتيحه دلوقتي مقابل ان انت تشتغل بطريقة اقل انبعاثة الكربون واقصر حفاظا على البيئة فالنهاردة ابتدى يبقى فيه ميزة لو روحت هنا بدل ما هتاخد بعشر في المية هتاخد بتمانية فايدة فالنهاردة ابتدى الموضوع يربط معاه في مجال اهتمامه الاساسي ولكن النهاردة لو احنا روحنا اتكلمنا ان نتغير المناخ والبيو ديفيرستي وابتديني ان احنا نتفاعل بالمصطلحات دي الناس مش هتتفاعل معنا لازم النهاردة انزل على الارض وقف على نفس الارضية اللي هو وقف عليها عشان يقدر يبقى فيه لغة حوار بيني وبينه فالنهاردة لما اتكلم مع المستثمر بتكلم معاه بلغة الفلوس ولما بتكلم مع المزارع بتكلم معاه بلغة الزراعة واسلوب والعائد منها والتأثير عليها لما بروح هتكلم مع فئة تانية زي مثلا العاملين في مجال السياحة ببتدى يكلموا على تأثير تغير المناخ ده تغير المناخ ده أحد تأثيراته المهمة جدا هو عملية البيضات بتاع الشعب المرجانية اللي هي أساسا احنا معظم السياحة السياحة كلها جاية عندنا على البحر الأحمر والبحر الأحمر بتيجي عشان الغطس والشعب المرجانية طب النهاردة لو المورد ده تدهور هل انت النهاردة هيبقى فيه سياحة هل انت النهاردة القطاع ده هيقدر يشتغل فإذا لأ حاسس ان الناس بطاعت يكون عندها وعي بخطورة التغيرات المناخية والله هقول لحضرتك يمكن احنا على المستوى الناس اللي وقفة على الأرض احنا لما بروح كنا بنوفاجأ بان عندهم درجة وعي يمكن كبيرة وزي ما بقول كده هو مش عارف انه ده تغير المناخ ولكن عارف انه فيه تأثير وعارف انه هو المقود يتعامل معاه وعارف انه هو ازاي يستخدم استخدام مستدام وعارف ازاي يحافظ على الموارد ليه لانه هو بيتفاعل مع كل يوم طيب ايه اللي اكتر من كده احنا ابتدينا نشوف موجات حرارة جديدة ابتدينا نشوف امطار غزيرة بتحصل عندنا في مصر والكلام ده ما كانش موجود فابتديت الناس تشوف ايه ده ده فيه حاجة بتحصل ابتدي دور عليها مؤخرا ويمكن مع موضوع المؤتمر ومع اطلاق وزارة البيئة للحوار المجتمعي انا عايز اقول لحضرتك شباب واطفال ودول فوجئنا ان عندهم درجة وعي كبيرة ان هم بيشتغلوا انتربرنورز بيشتغلوا في موضوع الابتكارات والمشروع الافكار الخلاقة الصديقة للمعاق والبيئة في فعلا في فعلا وفي فعلا افكار كتير جدا واحنا مبارح ربما شوفنا موجة المطر اللي كانت غير طبيعية وغير معتادة وشوفنا ازاي قد ايه كانت قوية وجديدة ربما في القارة ما نشهدش او ما شوفناش كنا متعودين ان هي اللي بتبتدي يعني بايه بنوع من انواع المطر الخفيف بنح شوفنا مطر كان بيصل لحد السلوج انا كنت ركب العربية سامع تخبيط فالتهورات المناخية يعني هي المشكلة ان احنا مش هتقعد النهاردة دي هتقعد سنين وربما هتقعد مئات السنين ازاي نتعامل معها ازاي نتقي شرها لازم نتكاتف كلنا موطنين وحكومات دول صغيرة ودول كبيرة ربما النموذج ده عالميا عالميا حيتجسد بعد ايام في مدينة شرم الشيخ خلال قيمة المناخ بنشكر للأستاذ محمد معتمد معنا وزيرة البيئة على رزو التقييم نورتنا يا فندم وربما حقنا بعض الحلول والرشتات الخاصة بهذا العمل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا